بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلباء سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الهندسة الفضائية للثالثة ثانوي رقم 23 أنصح بشربة العلم تجربية والتقنية الرياضي والرياضي حيث قال الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجنس OIG يعني ثلاثي الأبعاد عندنا النقطة A والنقطة B والنقطة C والنقطة D لها إحداثيتها أربع نقط من الفضاء قال هل النقطتان C و D تنتميان إلى المستقيم A و B إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن كيف نقول أبناء نقول معرفة إن كانت من C و D نقطتان من ماذا؟ من المستقيم A و B نقول حتى إذن ننطلق هنا الأولى مع الس نقول حتى تكون من؟ تكون C تنتمي إلى المستقيم A و B إذا و فقط إذا وجد ماذا؟ وجد عدد حقيقي اسمه ألف حيث ماذا؟ حيث A C يساوي أن ألف A B يعني تكون الأشعة A C و A B مرتبطة خطية هذا ما يجعل النقاط A و B و C إذا سمينا هذه A وهذه B وهذه C تكون في استقامية ما يدل على أن النقطة تكون تنتمي إلى تلك المستقيم لاحظوا جيدا هنا مطالبون بحساب ماذا؟ مركبات A B A B يا أبنائي ما هي أنه نقول هذا ناقص هذا اللي هو 2 ناقص 1 لهي 1 و 1 ناقص ناقص 1 تسبح لنا زائد 2 ثم عندنا ناقص 1 ناقص 1 مع ناقص 2 تسبح لنا ناقص 3 هذه A B نأتي بعدها أبنائي إلى A C بنفس الخطة نقول 3 ناقص 1 لهي كم لهي 2 ثم عندنا ثلاثة ناقص ناقص 1 تسبح لنا زائد ثلاثة ثلاثة أما زائد واحد مع ناقص أربعة ثم ناقص أربعة ناقص 2 تسبح لنا ناقص 6 نلاحظ جيدا هل يوجد هنا نسبة ما بينهما أم لا أركز أرجوكم إذا جئنا إلى هنا وقلنا هكذا لاحظوا إذا قلنا A B عفوا نقول A C أفضل إذن A C بمركبات ما هي اللي هي 2 و 4 و ناقص 6 هل تسوي لنا ألف في ماذا في A B إذن A B ذو المركبات ما هي المركبات أبنائي اللي هي 1 و 2 و ناقص 3 لو نأتي ونقسم هذا على هذا كم نجد لاحظوا 2 على 1 ركزوا أرجوكم نجد كم نجد 2 ثم 4 على 2 كم 2 ثم ناقص 6 على ناقص 3 كم 2 إذن ألف هذه وجدناها كم وجدناها في كل حال يا أبنائي إنها الاثنان نقول ومنه ألف وحيد يعني له قيمة وحيدة أي ماذا أي أن A C يساوي 2 من A B ونحن قلنا التعريف إذا وفقت إذا وجد عدد حقيقي ألف والألف وجدنا كم يساوي سألنا إذنان نقول ومنه ماذا ومنه سي تكون نقطة من المستقيم A B يعني تنتمي فقط يا أبنائي الآن بعدما أنهينا مع هذه الحالة نأتي إلى الحالة الثانية لما نريد أولا نحتاج إلى مركبات A B سوف نحتفظ بها ها هي مركبات أما البقية سنقوم بمحيال لأننا لا نحتاجها لاحظوا جيدا كذلك نقول هنا معرفة إن كانت ماذا إن كانت D تنتمي إذا وفقت إذا وجد عدد حقيقي B هذه المرة نسميه B حيث ماذا حيث A D يساوي B A B إذن A D يساوي بي A B إذن أولا نقوم بحساب A D لأن A B قد حسب من قبل إذن تصبح لنا ناقص 1 مع ناقص ناقص 1 تصبح لنا ناقص 2 ثم عندنا لاحظ 1 ناقص ناقص 1 تصبح لنا كم 2 ثم ناقص 2 ناقص 2 تصبح لنا كم ناقص 4 لاحظوا هكذا أبنائي هذه هي مركبات الشعاع اللي هو آدي نأتي الآن نقول آه لاحظوا آ دي يساوي بيط آ بي أي ماذا أي أن نركز ها هي ها هو مركبات كل واحد هنا مستندين نحو بعض لاحظوا جيدا معناه أن تصبح لنا ناقص 2 وهي هذه تساوي لنا ألفا من آ بي أو بيط من آ بي إذن تصبح لنا تساوي لنا ماذا تساوي لنا 1 في بيط نلاحظ هل يوجد بيط واحد أم لا وكذلك ماذا نقول نقول 2 يساوي 2 نضربها كذلك هنا 2 بيط ثم عندنا ناقص 4 يساوي ناقص 3 بيط لو نأتي إلى البيط الأولى في الحالة الأولى بيط يساوي ناقص 2 الثانية بيط تصبح يساوي كم واحد إذن مستحيل دون أن نكمل مستحيل إذن بما أن لم نجد قيمة ثابتة مثل ما وجدنا في الألف نقول ومنه ماذا ومنه آ دي لا يساوي ماذا بيط في ماذا في آ بي أي ماذا أبنائي أي أن النقطة دي لا تنتمي إلى المستقيم آ بي فقط ليس مثل الحالة الأولى وجدنا الألف ثابت يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك لها صفحة الأستاذ نوردي ليصلكم جديد لنا باستمراء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته